السلام عليكم شونكم شباب شون صحتكم طلابنا عساكم في خير وفي صحة وبعيدين عن شارك كورونا طبعا بهذا الفصل الثاني احنا هنبدأ بالفصل الثاني بالقلبية اللي عدكم هم طبعا نركز على جراحة القلب طبعا نحنا هنقدم لكم المحاضرة اللي بعنوانها نيرسينج منيجمت فوربيشن وذ كارديك سيرجوري تقديم الاستاذ الدكتورة حكيم مشاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين طبعا الاول ثلاث مات المحاضرة مالتنا اللي داخل لدينا اللي هو الانوتوميا وبذا هارت والسان السبتم هنحكي عليها والدايجونوستيس بعدين نحكي على الاسيسمنت بعدين نحكي علي الكوير ديزيز اللي ناخد مثال عليها هو الميترا سينوسيز والميترا ريجا قريتيشن بعدين براها حنحكي علي الكونجينتال غار ديزيز المثال عليها اللي حنحكيها هي الاس دي الاثريال سبتل ديفيكت والبي از دي الفنتركال سبتل ديفيكت والتوف دي هو تغرالوجي اوف فالي اوف فالكارديك كاكتوريزيزيشن طبعا اول ما احنا حنبدي بالانوتومي اوف ذا هارت طبعا ايتم مثل ما تعرفون انه الانوتومي مات الهارت ما اخديه بالسنين السابقة انه تعرفون وما اخدي اذا انخدناه بالكورسي الاول همانا وخدوه العام بالمرحلة الاولى بالتفصيل بالتشريح بالانوتومي انتو مثل ما تعرفون انه الهارت يحتوي على فورتشامبر تو اتريم اللي هو عندنا الليفت اتريم والرايت اتريم وتو ذنتركال اللي هو الليفت ذنتركال والرايت ذنتركال وتعرفون ايضا انه الدن يجي من اللانغ عن طريق البولميري وزلز بعدين براها يروح وين هذا الدن بيسنج تو ذي الليفت اتريم نفس الوقت انه يجي الدن من كل نحاء الجسم عن طريق طمعا فينات كبيرة اللي هو عندنا الانفيرير بينه كيفه والسبيرير بينه كيفه هاي يدخلون وين يصبون يصبون بالرايت اتريم فهنانا سنصب بالليفت اتريم الدم وينصب ايضا بالرايت اتريم فحيصير عندنا مرحلة الكونتركشن يعني هنانا سيرت تقلص بعد انفتح ذني الصمامات السمامات اللي لي المثال عليه، هو المثال ي wärإدر ان لايس فاليكل بفت اتريم الدمي اللي يصير و status اللي ما بينه اللي politique والترايكاسبت باللغة والópش فهيمن يصير مرحلة الكونتراكشن لمن تتقلص الاتريام حتينفتح ذني الصمامات الورايقات مالتها حتينزلي الاسفل حتترك ببراهة الفتحة يمر بها الدم طبعا هيروح وين الى هنا من جهة الليفت الى الليفت فينتركل ومن جهة الرايت الى الرايت فينتركل بعدين ببراهج حيصير مرحلة اخرى اللي هي مرحلة عندنا السيستو لك يعني هنا انه هنا عصير كونتراكشن بالليفت فينتركل وبالرايت فينتركل ربا الحمارة بالليفت فينتركل هيندفع الدم عن طريق ذني الفالفة اللي هو السيليوني الفالف اللي هي جهة الليفت موجود عندنا الورتت والبع 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 الموجود المواحدة فهنا سيتنفتح ذنيها يمنى اصير مرحلة عندنا السيستوليك او مرحلة الكونتراكشن اللي هو بالليفت فيندفع الدم بالليفت يندفع عن طريق الورت إلى كل أنحاء الجسم بالرايت يندفع عن طريق البولميناري إلى الريم فهي التشريح التشريح مبسط عن الهارت وعن الدورة الدموية السيركليشن طبعا هنال هسه حنحتي على الكلينكال مانفستيشن الواحد عنده هارت ديزيز الكلينكال مانفستيشن أول شيء أنه هو يعاني من التشيسبين التشيسبين طبعا احنا مثل ما أخذناه بالكورس الأول شو نسوي تشيسبين لازم أنه سألون المريض على المكان اللوكيشن بعدين عندنا الـ امتداد الإلم تسألو على الـ او تسألو على القوالتي او القوالتي او وتسألو عندنا على العوامل الـ وعلى العوامل العوامل اللي تؤدي الى زيادة العلم العوامل اللي يتخفف العلم ونسئلة ايضا على اللي هو بعدين نسئلة على البرسبشن انه شنو هو يعتقد هذا العلم شنو ونسئلة طبعا الى اذا كان اذا كان هو اذا كان هو كلها طبعا تؤخذتوا هذا الاسسمنت بصورة مفصلة بالكورس الاول وهي شو احنا طبعا السينوسيز هو بلوط طبعا السينوسيز انه يعني الازرقاخ وهذا الازرقاخ طبعا احنا نشوفها 幾ضا الصورة احنا صورة عامة انشوفها اما بالتب Lap نشوفه عندنا باللبس نشوفه على النوز نشوفه اه نشوفه اه انشوفه دورات على التب او في الهير اه في هاي دقما كله احنا نشوفه اه السينوسيز والسينوسيز مثل ما تعفون بالكورس الأول لدينا اكو two types of sinuses وقسموها العلماء according to the causes اكو central sinuses او اكو البرفراسينوس والcentral sinuses قد يكون السبب مالتها اما lung او heart disease او ما يفعل انه البرفراسينوس قد يكون السبب ماتى концتركشن يعني تقلص بالقوعية الدموية концتركشن of the blood of fossils الفتيك عنامة الفتيك هي دلالة انه المريض عنده low cardiac output طبعا السنكوبي اللي هو الاغماء او دوار ديزينيز هذا شنو الاغماء قد يكون من نوع انه اما قد يكون الاغماء الجهدي اللي يعني يصير اكسير شنو هذا في حالة يصير تضيق بالصمام الابهر او قد يكون الاغماء التلقائي سمنتونيواز سنكوبي قد يكون هذا من نتيجة من يصير اكو حصر بالحزمة القلبية وطبعا ديزينيز قد يكون ديزينيز يعني يقول انه ديزينيز تفتاربية هذا يكون من نتيجة ان الخفاض لحصيل القلب للكارديك او تبوت قد يصير عندنا في التضيق التاجية من يصيرها واحد عندنا ميترال ستينوسيز او طبعا ايضا من العلامات الاخرى اللي يصير عنده المريض مالتنا قد يصير عنده البالبتيشنز اللي هو الخفقان شون نعرف الخفقان هذا يأخذ اشكال متعددة اكو الخفقان المنتظم يعني اكو عندنا هذا شو كد يصير يكون تسارع اا في ضرب تسارع منتظم في ضربات القلب اا يعني اا واكو طمعا انه الخوارج انقباض يعني اكو ضربات هاجرة غير منتظمة يعني مثل انت ادخلي اليك على اا الباص وشوف انه اا ضربات القلب تجي منتظمة وبعدين براها تجي رأسا ضربة اما قوية او تختفي ضربة فهاي يسموها خوارج الانقباض. الشكل الثالث انه قد يكون هذا التسارع التسارع الاشتدادي انه قد يكون تسارع بربات القلب بس غير منتظمة هذا يصير في حالة التليف التليف الوذيني في حالة الاي اف هذه الحالة الرابعة قد يكون التسارع الاشتدادي هذا يد يعني انت خالي يدك وتبدي تحس انهم خفقان صار عدة سريحة ضربات قلبه دق رأسا جتي بسريعة وبعدين بشكل مفاجئ تتوقف وترجع مرة اخرى فهذه قد تكون الحالة فاكو اربع حالات من الخفقان قد يكون الخفقان المنتظم او يعني يصير او قد يكون اه من خوارج الانقباض اللي هي من يصير عندنا اكتوبك المريض عنده او اما اتريال او من تلك الاكتوبك اه فيعتبر المريض عنده يعني تيجي ضربة او تختفي او ضربة قوية او تختفي ضربة او او قد يكون الاشتدادي السريع يعني يصير في حالة ان السبرو بنترك التكي كاردي يمن يصير اكو تسارع اه يعني السريع او رأسا يظهر ويختفي رأسا او قد يكون عندنا اضطراب النظم المتسارع الغير المنتظم فهذا ايضا يعتبر بالبارب تيشن هذا يحصل يحصل بحالة عندنا اه اي اف اي انه في حالة التوليف الاديني طبعا ايضا ايضا من العلامات ما تلكلين كلمان في ستيشن واحد عنده كارديك ديس او درس قد يكون عندك كاف السعال والسعال ايضا مثل ما اخذتوا بالكورس الاول اكو عند السعال هذا عند الكاف والسبيوتم والكاف واللي اللي هو دراي كاف هاي اللي وياه سبيوتم مش نسميه الاسم العلمي بروديكتف كاف واللي ما كوية بلغم ش نسمي سميه نان بروديكتف كاف طبعا اذا احنا نسألنا المريض عنده كاف فالمفروض انه اذا كان عنده بروديكتف كاف فانت تسأله شنوان على الكمية ما تسبيوتم الامونت الكلار الكونسستنسي اذن الشغلات المفروض احنا نسأله طبعا من العلامات الاخرى للكلينكال منفستيشن فوربيشن ويد كارديك ديزيز طبعا الدسنية اللي هي تسمى بالعربي الزل طبعا اكو بيها انواع مثل ما احنا نعرفها اعرفناها بالكورس الاول اكو الكسيرشنال دسنية يعني دسنية اللي يصير with any activity طبعا اكو ايضا الاورثوبنية اللي انتو مثل ايضا ما عرفتوها بالكورس الاول اي دسنية اللي يصير in flat position يعني المريض ما يقدر ينام ب flat position بدون مخذة without below اذا انام هذه بدون مخذة او flat position حيث اعدضيك بالنفس اكو طبعا النوع الاخر اللي هو البروكسيس مالنكتورية الدسنية اللي هي تسمى بالعربي الزل الاجتدادية الليلية هذه الصير انه يقدر المريض انه ينام بعدين بارفترة تقريبا نقسم من الكتب تقول من 4 الى 5 او قسم من الكتب تقول 5 الى 7 فيقعد انه صير عدة ضييق بشكل فجاء يجي الضيق بالليد فيضطر انه هذا المريض الى انه يقعد ويجلس على السرير او انه يوقف فتروح من عنده هذه الحالة طبعا النوع الاخر اللي هو اللي هو الكوتبول ميناري او ديمة اللي هي وذمة الرأي الحادة هذه اه الصير اه طبعا المريضى يصير عدة دسنية والدسنية يصير عنده اه السعال وهذا السعال بقشع ويعني بالسبيوتم والسبيوتم يصير منوع الرغوي هذا القشع الرغوي الدورات يصير لونة اما بينش كيلار او قد يصير وايت كيلار فهذه المعاملة الدسنية فاذا الكلينكا المانفستيشن ذا نقولها مختصرة المريض اللي عنده كارديك ديسيس قد يصير عده تشيسبين قد يصير عده ساينوسيس قد يصير عده فتيك ويكنيس قد يصير عده سانكوبي قد يصير عده باربتيشنز قد يصير عده كاف قد يصير طبعا الدايجونوسيس تيست انه تتقسم الى انفيسيف والى النان انفيسيف دايجونوسيس نان انفيس دايجونوس تيست اللي هو الايكتروكارديا غراف الايكتروكارديا غراف هو هو ايكتروكارديا غرافة ايكتروكارديا غرافة والطمعا انه بالي سي جي احنا نستفيد من عنده الكتروكارديا غراف ايكتروكارديا غرافة ايكتروكارديا غرافة ايكتروكارديا غرافة ايكتروكارديا غرافة ايكتروكارديا ايكتروكارديا غرافة يعني كشف عن الحالات اللي يتاثر على القلب الطبيعي مثل اضطرابات معدل يعلم اضطرابات من معدل ضربات القلب او الريثم او انه النظم القلب او disorder of conduction يعني اللي يصير الخلال الغير الطبيعي اللي يصير بالتوصيل الكهربائي او في حالة انه يصير توسع القلب التجاويف مالته ويكشف انه اذا كان المريض مصاب باحتشار عضل القلب او عنده اختلال في توازن الشوارد الكهربائي طبعا ايضا من الاسكولتيشن الاسكولتيشن طبعا احنا اخذناه بالكورس الثاني بالكورس الاول الاسكولتيشن الاسوان اللي ينتج من انه نتيجة انه انغلاق الصمامات الطبيعي ينتج من نتيجة انغلاق الصمامات السمليونة والاورتيك والبولميناري والاسي ثري يعتبر الريدياستوليك والاسفور يعتبر الريدياستوليك والمارمار ينتج من نتيجة من يصير فهذه الأصوات يعني هي يمكن أن تضطينه indicator of the degrees or increase of the ventricle components يعني which may be causes by the heart failure or hypertension or any defect in the heart يعني يمكن أنه نستفيد من عدها لما عرفة يطينا فكرة إذا كان المريض عنده تضخم بالهارد من النتيجة جاية من أما المريض يكون أساساً هو منصاب عنده hypertension أو عند المريض heart failure أو عنده ischemic heart disease أو أكو دفكت بالهارد فهذه يمكن أنه بالأسلطيشن يعتبر كدلالة indicator of the degrees or increase of the ventricle components is for cardiovascular function هو الإكسرسايز test الإكسرسايز test هو أيضاً يعتبر non-invasive يعني أيضاً من اختبار غير مؤلي يستعمل لتخمين بعض وضاء في القلب الهدف منه البرباس R2 سيرج فور إسكيمي إسكيميك تشينجينز إنه عند المريض ischemia أو كذلك إنه screen for the ischemic heart disease and to evaluated patient with the chest pain يعني هنا أيضاً إنه يتم فحص هذا هذا المرضى حتى نتقيم chest pain يعني بهذا الفحص حيتبين إذا كان هذا chest pain هو من نتيجة الإسكيمية أو إنه قد يكون هو مسكولار أو قد يكون حال نفسي فبهذا الفحص إنه حيتبين كذلك لمعرفة إنه بهذا الفحص to assess the result of the therapy يعني الطريب يطي علاج لهذا المريض حتى يشوف إن المريض جد السفاد من هذا العلاج يمكن قد يسوي له هذا الفحص طبعاً هذا الفحص إنه يمكن إنه يكون على شكل إنه باستعمال أجهزة مختلفة مثل المشي على البساط هذا يسمون لدينا تريد مال إكسرسايز هنا أنا باعوا هذا الجهاز مال لتريد مال إكسرسايز يعني يخلون المريض على مونيترينك فورتوورف إي سي جي هذا الجهاز مال إكسرسايز يعني إذا يدون إنه للمريض يصير حتى زيادة الإجهاز مالته فشنو إنه يزيدون الأنكل اللي يمشي عليها المريض مع زيادة السرعة ويبدون يراقبون المريض فيشوفون شي صير عده من تغيرات هذا المريض بأثناء الفحص من الفحوصات الأخرى اللي نشوفها بطابلة المريض هو جيست إكسرساي شعر للقلب هذي إنه يستفاد هي ضرورية لمعرفة أو تحديد حجم القلب وحجم القلب يحدد ويحدد مركزي يعني موقعه وكذلك إنه يكشف إذا كان عند القلب صاير بيتكلس القلب وشفافه ويوضح التغيرات الفيزيولوجية إذا كان المريض عند جلطة افحد احتشاب قد اضلت القلب وإنما إنه شنو إنه إذا كان عنده شخص إذا كان عنده المريض هذا أبو الاحتشاب قد اضلت القلب إحنين احتمال يصير عنده مضاعفات يصير عنده كون جيست فارد في له فهذا الفحص تشيست إكسرساي حيوضح إذا كان المريض صارت عده هذا أبو الجلطة صارت عده مضاعفات عدس القلب الاحتقاني ودورات طبعا إحنا أيضا نشوف هذا المريض أبو الاحتشاب قد اضلت القلب نسويه لدينا بيس ميكا يسوي تشيست إكسرساي ليش يسويها حتى يشوفون كوركت بليسمينت اوف ده هارد كاثتر يعني احتمال دورات هذا المريض احتشاب قد اضلت القلب يكون مسويه لجهاز نظم قلب الصناعي أو مسويه لكاثتر حتى يقيسون الضغط مالته يعني فش يسوون هذا المريض يسوون الـ HS X-Ray حتى يشوفون هذه الكاثتر هي موضوعاً مكانها لو انزاحت عن مكانها فهذا عندنا فقدة HS X-Ray طبعاً وصلنا بالـ Diagnostics for Cardiovascular Faction اللي هو بالفحوصات الـ Non-Invasive يعتبر الإيكوكارديوغراف اللي هو تخطيط صدى القلب الموجات الصوتية عبارة عن الطاقة السمعية تنتشر أو تبث في ذبذبات أكثر من مليون دورة بالثانية وبعملية تخطيط صدى القلب ترسل الموجات اللي هو يعني هنا ترسل موجات ذبذبات الموجات بوسط محول لـ Transducer تحويل الطاقة من شكل إلى آخر وخلال الإجراء هذا هو غير مؤذي ويعطي معلومات كل شيء الهمية كبيرة طبعاً يستفاد من الإيكوكارديوغراف طبعاً يستفاد من الإيكوكارديوغراف لأنه يوجد الإيكوكارديوغراف الزباب التاموري ويمكن انه هذا بالمستقبل يمكن انه يستعمل مؤخرة لدراسة حركة الصمامات القلبية الصناعية يعني هذا المريض ابل بروستايتك هارت والذي زرعي للصمام الصناعي يمكن انه شنو يسوي للإيكو حتى يشوفون حركة هذا الموشن او بروستايتك هارت والذي حتى يشوفون حركة الصمامات القلبية الصناعية طبعا هذه هي اكثر النهاية الموجودة في طابلة المريضة اللي احنا نشوفها الاي سي جي ومشوفها قاعد في نقلنا الاسكولتيشن ونشوف الاكسرساس تيست ونشوف تيست اكس راي ونشوف الايكو كارديا غراف موجود اذا طبعا احنا وصلنا الى دياجونوز تيست فور كارديو فاسكولار فاكشن او بلاد تيست طبعا اللي هو يعتبر من الانفيسف تيست طبعا هنان البلاد تيست المثال عليها هو احنا هناخذ الكارديك انزيم اللي هو السيروم كرياتينين كاينيس هذا السيروم كرياتينين كاينيس هو يعتبر is more sensitive and reliable indicator of all cardiac انزيم يعتبر منهم الانزيمات ذات دلالة صحية للاصابة بمرض القلب وهذا الانزيم انه يبلغ طبعا تصدر وته الى خلال 24 اوارز وبعدين يرجع من الانزيمات اخرى اللي هنذكرها هو الاكتك ديهادروجينيس انزيم طبعا هذا يعتبر هو اقل اهمية من الانزيم من الانزيمات السابقة الا انه يزداد بنسبة كبيرة اكثر من اي انزيم اخر عند حدوث الجلطة القلبية may be indicator of acute myocardial damage ها يمكن انه او اظهر because it makes later and is elevated longer than other cardiac انزيم كونه هو يزداد بنسبة كبيرة اكثر من اي انزيم اخر عند حدوث الجلطة القلبية ويبقى مدة كبيرة لهذا السبب انه يستفاد من عنده للمرضى في بيشن اه هو may have system acute myocardial infarction للمرضى اللي يصير انه يتأخر دخولهم مرضى الاحتشال العضل في القلب اللي يتأخر دخولهم الى المستعج ففيمكن انه يستفاد من عنده طبعا اسا وصلنا ايضا بالdiagnostic لللبد بروفايل اللي هو يعني بالعربي شحوم الدم الزلالة الشحمة واللي هو منها عندنا لتراي بلاي سرايت اللي هو الكوليسرول لبم وهذه انه may be measure to evaluate person risk for the following of atherosclerosis يعني تقاس لمعرفة قادية الجسم على التعصد الشرياني طبعا من الـ invasive diagnosis اللي هذي البلاتيس احنا هنشوفون طابلات المريض عدنا فحص التخثر اللي هو الـ coagulation studies هشوفون الـ btt اللي هو البارشر ثومبو بلاستين تايم والـ abtt اللي هو الـ activated بارشر ثومبو بلاستين تايم طبعا هذو الفحصين يسمى هو اختبار المنتبلاتيس وبهذا الفحوص هو حيحدد ونميز to identify all characteristics coagulation طبعا ايضا من الفحوصات الاخرى اللي هنشوفها نشوف عندنا الـ bt الـ bt اللي هو البروترومبين تايم ونشوف ايضا فحص اخر موجود طبعا اللي هو الـ international normalized ratio اللي هو الـ يعني الر المعيارية وها شنو معناته انه هذا الـ ratio هي تكون طبعا النسبة ratio بين البروترومبين تايم والفحوص وها شنو معناته وها شنو معناته وها شنو معناته طبعا من الـ 1 إلى 2 طبعا من الفحوصات الاخرى مات الـ invasive diagnosed test اللي هي الـ black test الالكترولايت فحص الشوارد الكهربائية الالكترولايت لها تأثير فعال على حياة المريضة يعني السيروم الالكترولايت يعني هنا السيروم الالكترولايت بلانس يعكز التوازن السوائل بالجسم في حين انه السيروم بوتاسيوم انديكيتر أوف رينال فاكشن يعني هو بس علامة على كيفية عمل الكلية يعطي دلالة وحيث انه زيادة اما بنستأثير لو قلفة بوتاسيوم يسبب يسبب كارديك ريتابولتي يعني هيج عضلة القلب في حين انه زيادة يسبب يسبب بالميوكارديوم الكاليسيوم ايضا هو يعتبر السيروم بلد كوكيليشن اند يعني يعتبر انصر البوتاسيوم هو مهم لتخطر الدن وللتهيج او التحفيز طبعا طبعا احنا سوصلنا الى الاسيسمنت مالة الهارد حتى نسوي اسيسمنت مالة الهارد فالمفروض انه نسوي اسيسمنت للابدومن والثوراكس لانه لانه حتى يكتمل نسوي كومبرهاسيسمنت للهارد لازم نسوي اسيسمنت للثوراكس والابدومن شباب ايني هذا الاسيسمنت مالة الهارد احنا اخذناه بالفصل الاول وهو مطلوب من عدكم هسه السنة ضمن الاوت مالتكم هو الاسيسمنت مالة الهارد ويه اخذنا الثوراكس ويه اخذنا الابدومن فحتى نسوي اسيسمنت كامل فلازم احنا نحتاج الاسيسمنت مالة الثوراكس ويه والاسيسمنت مالة الابدومن وهاي مطلوبة من عدكم المفروض تروحون على على مالة الفصل الاول طبعا هسه انا هنانا سويت لكم احنا كل سنة قدامكم نفحص المريض فهالسنة انا هسه خليت لكم الفحص مالة الثوراكس وهسه هنانا هنانا اول شي طبعا احنا نسوي الانسبكشن الثوراكس من الانتيريار والبوسيرة طبعا هذي احنا هنحنحشي لكم على الاسيسمنت كشي مختصر فانتو تروحون مالة الفصل الاول تروحون على محاضرات مالتكم يشوفوها هنانا طبعا اه ان سوي بعد ما سوينا انسبكشن بعد ما سوينا انسبكشن للثوراكس فهنانا بالفيلم ده يظهر عندنا بحدد انسبكشن تيوجه تيناين وتي تيين لان هنا هن احنا سويهنانا تيين 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 شون حددتها ها هنا بعد ما سوت الـ Chess expansion ده سويت طبعا بالبيت طبعا هنا بالبيت فورد طبعا يمنى واحد يسوه بالبيت بالبيت لشنو بالبيت للـ Firmatis يمنى تقول لها تنين فاشوفوا الاهتزازات اللي جوا إيديها بالبيت السوية بالبيت إذا كان أكو الـ Temperature بالبيت الكربيتز بالبيت للـ Skin Characteristic يعني إذا كان أكو أي لجين بعد ما خلصت من البالبيت بدت بالتكنيك الآخر بالبوستيريا اللي هو الـ Percussion تعرفون أنه بالـ Percussion طبعا يمنى واحد يساوي بيركيشن ويطينا صوت الـ Resinance بعدين براها بدت طبعا هي بدت بالـ Die from Excuration اللي إحنا سونا يمنى ياخذ المريض أول شيء يطرح النفس مالته أول شيء نحدد إحنا الموقع بـ Blood Scabula بعدين براها بـ Blood Scabula بعدين براها قلت له أخو أطرح النفس مالتك وسوت الـ Percussion فاطلع Resinance عن من ما وصلت للـ Die from طلع غلنس بعدين براها قلت له أنه ياخذ نفس عميق فبعدين براها أنه أيضا سوي الـ Percussion وعن من ما يتغير الـ Percussion الـ Percussion إلى ظلنس خلي إشارة وقاسة المسافة المفروض من 3 إلى 4 بعدين براها يجي الـ Procedure اللي سوته شبت وذي تساء سوته سوت طمعا الـ Percussion وبعدين هس سوت هذي هذا عندنا الـ Procedure وهذا التسوية ومالت عندنا الـ Breathing Sound اللي هو بين الـ Scabular يصير برونكوفاسكولار وبروفران مالتلانج يصير عندنا فاسكولار ولازم طبعا تخليها أنه مدة دقيقة وتقول للمريض أنه ياخذ ويطرح النفس مالتم ويطرح يطرح السيطرة للمريضان وبعدين برونكوفاسكولار هذا المريض المريض مموظفات النفس في حين المواصفات مالتي يصير الإنس بايريشن وبرولونك داني إكس بايريشن ويصير إنه له بيتش في حين إنه لبرونكال اللي هو يتخلى بالتريكيا أو بالأبكس مالتي اللنك فهذا شنو يصير المواصفات مالتي لبرونكال ويصير الإكس بايريشن وبرولونك دان إنيس بايريشن ويصير الإكس بايريشن هاي بيتش دان الإنيس بايريشن بعدين ها خلصت من البوستيريومات الثوراكسس بدت بالانتيريور ثوراكس باع وبدت هنا شون سوي إنس بايريشن بعدين براها بدت عندنا تسوي بالبال بي المريض يأخذ بريثين فشوفوا الثام شنون انفراج بفن طبيعي من 5 الى 10 سنتيمتر المريض يأخذ بريثين فشوفوا الثام شنون انفراج بغفن الطبيعي من 3 مواطن الى 10 سنتيمتر البركيشن طبعا بالنورمال يصير الصوت اللي ينطي هو ريزينيس. بعدين براها طبعا جتي بالتكنيك الرابع اللي هو الأسكلفتيشن طبعا بالبرونكال اللي هي هسه بعودة خليب اللي تعالي تريكل. طبعا يكون الإكسبايريشن وبرونونك دان انسبايريشن بالبرونكوبوازكلار اللي تخليه بالفيرس والسكند انتر قصص بيس هاذا شي يكون عدنا أكل ويكون البيتش مالتي يكون مودريت وعدنا بالبرفرار مالتي لانج يصير الانسبايريشن وبرونونك دان اكسبايريشن. بعدين براها طبعا هسه هي تسوي انسباكشن. انسباكشن للهارت. شوف طبعا الفايف كيز. الفايف كيز احنا عدنا بالسكند انتر قصص بيس تو دا رايت اللي هو الورته. والسكند انتر قصص بيس تو دا ليفت اللي هو يصير البولميناري. وبالفورث انتر قصص بيس تو دا ليفت اللي تريكاس بيس. وبالفورث انتر قصص بيس المايتر. وبعدين براها باع بدا تسوي بالبيت البريكارديا. باع البالبيت باع الشيون يديها خالته. طبعا عندها تسوي بالبالبيت بالبالمر. مو بالبال. ما يصير براحة اليد. وانما بالبالمر او بالالنر يصير البالبيت. هاي بدا تسوي بالبيت. تشوف اذا كانت اكو جوة يديها اي فبريشن. طبعا عندنا. الاسكلتشن. طبعا عندنا نسوي الاسكلتشن يكون بالنسبة للهارت. ايضا تخليه على الفايف كيز اللي هو باعه. خليتها بمنطقة الاورتك. بعدا خليتها منطقة البولميناري. خليتها بعدين منطقة التراكاسبت. بعدين خليتها بمنطقة الميترال فالف. اه باع. اه طبعا اه طبعا هنان ادي شوف اذا كان عدا هذا المريض يعني ال vineayanر duel او من الطقاء اللي هو أقدم وانقي غروبها مصادس. ههنا اشوف طبعا الاس 2 وتسمع الاس 2 والاس وان وانه هو ينتج من انغلاق عندنا الميترال والترايكاسبت والفبالف ويكون اكثر شي ينسمع منطقة الميترال اريا والاس 2 ينتج من انغلاق الصمامات الاورتك والبول ميناريا وينسمع اكثر شي منطقة الاورتك اذا كان عند المريض الاس 3 اللي يعتبر مالت الابدومن اول شي هسوي عندنا انسبيكشن للابدومن طبعا شون ده سوي الانسبيكشن للابدومن تقول شون سوي اكسبوجر للابدومن فشوف اذا كان اكو اي ليجين اذا كان اكو اي سكار بعدين براها برا الانسبيكشن فحسوي عندنا الاسكولتيشن طبعا الاسكولتيشن يصير للبول طبعا نباعه هنانا ونخليتها بالبول قسمة الابدومن الى فور كوارتا نقسمها ونخليها السماعة طبعا بالدايفرام نستعمل الدايفرام ونخليها بالاور كوارتا بعدين طبعا الحركة مالتها حسب اقرب الساعة براها إ corazón ذلست عدال قد سوات فيا وهو lip procure فبعدين بعيدة عدن الرينيال بعدين analyzing الريكا فبعدين براها بعدين براها سوت عدنا البركيشن باعو البركيشن اللي طمعا بالابدومن انه يطلع الازجنرال يطلع عدنا البركيشن عدنا يطلع تمبني اللي اذا وصلنا يطلع عدنا البركيشن واذا كانت الابدومن بها فاحتباس بها فيطلع عدنا البركيشن بدت بالبركيشن اللي باركيشن ومن السكند انترقصص باست سوت البركيشن فيطلع ريزي نيس عدنا ما يتحول الصوت الى هدل نص خلت اشارة وبعدين بدت من البلو بدت البركيشن عدنا ما تحول الصوت الى هدل نص خلت اشارة وقاسة الاشارتين وبعدين براها طمعا ده سوي بيركيشن للسبلين فالمفروض انه بالبركيشن من مالة السبنين السوي طمعا خطوط وهمية هو بالميدلان ده سوي البركيشن فيطلع هنا عدنا ريزي نيس علما ما تتغير علما ما توصل للسبلين فيتغير الصوت الى ضنس وتخلي اشارة فبعدين براها تبدي من بعدين يقول لها ياخد دي بريثين وتمشي وتنزل لي جوا فتعمل من غير الصوت من دلنس الى ريزي نيس وتخلي اشارة بعدين هسه هنا طبعا بدت انه سوي بيركيشن للبلادار اذا كانت فارغة البلادار فالبيركيشن مالتها اش يصير يصير تمبني اذا كانت بها فلوت فالبيركيشن شي يصير يصير طبعا هنا انا ده سوي بالفيلم بيركيشن از جنرال يعني بالبيت بالبيت يعني بالبيت عندنا ميالد وعندنا مودريت وعندنا ديب فبالبيت ديب حتى طبعا حتى تشوف اذا كان اكو اي ماس اي تومار يمكن انه بالبالبيت يمكن انه يمكن انه تحس بالأورغن يعني هنان بالديب اه 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 طبعا هنا بالبالبيت بالبالبيت اه اه ياخد اه طبعا هذا البالبيت تقوله انه ياخد اه ديب بريثيك وبعدين حينها المارجن سبين بالطبيعي المفروض لكن اذا عنده واحد اه يعني عنده سبين فيمكن انه اه يمكن انه تقدر انه بالبالببت لنفسه بلده بالطبيعي طبعا انت ما تحس البلادر لنوت بالبالببن لكن الا كانت بها سوائل يمكن انه تحس اه من تاح يمكن انه تقدر تسوي لها بالبط تحسها جوا ايدك. اه طبعا بالبيت ايضا اه اسه هذا انه اه الهيباته وجوكولر رفليكسيز باع وهي اه 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 ادى سوي بالبيت وبنفس الوقت اه الشي تقول له تقول اياخد ديب بريثنج زين بعدين ببراها اه انثante نفسك تقوله طبعا ونازم نتبا في حد حد اه طبعا توانفانcakر انه يوجدョ نزل مستمتع ديد ما قال کا اتباع تباع delegation اقواطarus وشد حد 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 حياتOne ابو انها تعرفون Lin washing Neto حسنح حد ايش هو ايش مع غير و菱 ti ليعتبر واحد من الـ invasive هذا الـ Diagnostic Test ويمكن انه نعرف ه الكاريكافتريزاشن هو الـ comparative term to describe minor surgical procedure for diagnosis evaluation or intervention يعني هذا الاجراء الجراحي قد هو يعتبر ماينار ويمكن انه قد يكون دورات دايجونوسيز يعني مشخص تنجم عن الداتة خلال قصرة فيشخص المريض شنو عنده؟ ثيربيوتك شنوه؟ يمكن معالجة الدسوردر اللي موجود بالبوسكلر فبهاي الحالة اذا عالجناها اش هيعتبر؟ هيعتبر الثيربيوتك القصرة تعتبر الالجية طبعا اصلنا الاندكيشن يعني الحالات اللي ينسوي لها القصرة هي الحالات اللي يشتبه بها ان المريض عنده كوروناري هارد ازيس حتى يتأكدون من عنده يشوفون يا شريان المتأذية حالات المايوكارديال انفاكشن شوفون ايضا الشرايين المتأذية حالاتي من يصير واحد عدد واحد صدين كارديوباسكلارديث حتى يعرفون شنو السبب مالتا صدين كارديوباسكلارديث يشوفون حتى اذا الاندكيشن مالتا قد يكون فالفالهارد ديزيس حتى يعرفون هذا الفالف شنو السبب مالتا يعرفون يابا يعرفون انه يعني السبب مالتا سبير يعرفون اذا كان عنده المريض بطريقة يعني عدم كفاءة بالصمامات فيتبين هاي كلها بالقصرة زين الكونجينة الغارد ديزيز يتبين بالقصرة شنو الدفكت الموجودة بالغارد الدفكت طبعا اكو بالاتريون واكو بالفاسكلار ماتلارد واكو بالفنتريكال فهي يتبين لثناء القصرة يتبين بالقصرة ايضا اذا كان عنده المريض بورتيك دي سكشن يعني انسلاخ الابهر اذا كان عنده المريض بريكارديو كونستراكشن في حالة بريكارديو كونستراكشن ايضا لتأكد من عدد يسوها للقصرة في حالة الكارديو مايو بث يتضخم عضلة القلب في حالة يمني يسوه عند المريض هو اساسا هارت ترانسبلاند يعني عند زرح القلب فيريدون يسوه له فلوءه فالشي يسوهون يسوهون هذا القصرة حتي يشوفون التطورات اللي صارت عند المريض من خلال هذه العملية في الانيشنال عند فلو اب اساسمنت اوف ذا غارت ترانسبلاند طبعا هس وصلنا احنا ريد نعرف يا مرضى اللي احنا يا مرضى اللي احنا منسوي لهم القصرة المرضى اللي عندهم اكتث بالجي اي بليدنج يعني اللي عندهم عندنا بليدنج بالقصرة التستينا فبالا ما يسوه لهم القصرة المرضى اللي يدهم رينا فيلر المرضى اللي يوديهم رزن ستروك يعني اللي يحدهم هسه صايره اللي يحدهم جلطة دماغية اللي يعدهم فيفر فروم انفكشن ما معروف السبب فما يسبوهم القصرة اللي يعدهم الا الكترولايت ما يسوه ليهم القسر الذي تhosه .الي عنده سيفير أنيمية أيضا ما يسوه لقسره Young Intoxication أيضا ما يسوه القسرهم إذا كان المريض هو خايف يرفض القسره ما يسوه للقسره إذا كان لم يسيطر على الضغط ميسوها من قسره ما يسوه للقسره إذا كان عنده في المناسب بسيط Human Chirming فهذا ايضا ما يسوى للقصر. اذا ان كنت روز في انترك الارثمية يعني ما ما دي سيطرون على طرابات النظم الوذيل البطينية فما يسوى للقصر. اذا كان المريض عنده وورتك فالد اندوكارداتيز ايضا ما يسوى للقصر. واذا كان المريض عنده حساسية من الصبغة اللي تقطب اثناء القصر. ايضا ما يسوى للقصر. الكمبليكيشن اللي احتمال الصير باثناء القصر قد يصير دي. قد يصير مايوكارديال انفاكشن. يعني واحدة من الخاطرة يجوز تروح الواحد من الشرايين التاجية. والسيدافي يصير دي المريض مايوكارديال انفاكشن. احتمال شي صير بعد دي المريض. احتمالي يصير دي سيفي اي. اللي هو سيربرابازكلار اكسيدنت اللي هي جلطة دماغية. واحدة من الشرايين احتمال تروح الواحد من التنقل الواحد من الشرايين. في هذه الحالة يصير عده جلطة دماغية احتمال يصير عده رثمية طرابات من نظم الكهربائية. مات القلب احتمال يصير عده المريض. يصير عده نزف. احتمال دورات يصير عده. يصير عده انثقام بالحادث القلب. المعلومات اللي يتجمع في اثناء القصرة. اللي يعتمد عليهم. ما هي المعلومات؟ المعلومات اللي انه تجمع باثناء القصرة هي محلومات فيزيولوجيكال ديتا. احتمال هي مو داينمي كبارة ميتا. يعني اللي يتضمن البلاد برجر. يحسبون البرجر الموجود بكل كمبرات. فمن هذا العساب يدرون ان يقولون هذا المريض شنو عنده. الكاردكا اوتبوت من الفاسكلار برجر. اللي هو الانسايد والاوسايد اوف دا هارت. من الاي سي جي. من الاكسوميتر ريدين. يعني نسبة الاكسجين. ايز قد ياخدون البلاد السامبول. يحسبون الاكسجين سيتشوريشن. حتى يشوفون نسبة الاكسجين سيتشوريشن. من القياس هاي نسبة الاكسجين بالشمبرات. يمكن انه يقدرون يشوفون انه هي. يا فاطل ما تأثر. يا شمبر اللي تأثر من خلال حساب نسبة الاكسجين. ونسبة البرجر الموجودة بالشمبرات. فيمكن انه يقدرون يحكمون انه مؤسسة. وين الديفكت؟ يعني هالي الديفكت انه صعير بين البطينين. او صعير بين الوذينين. فمن خلالها هالف هاي المعلومات هي مهمة. اللي تنجمع باثناء القصرة. وعلى اساس انه يعني طون تشخيص للمريض. يعني هي من خلال قيسون البلاد برجر. ومن خلال كارديكا اوتبوت. ومن خلال الفاسكولار برجر. الموجود بالانساد اند اوساد اف ده هارت. ومن خلال متابعة الاي سي جي. ومن خلال قياس نسبة الاكسجين بالدم. ومن خلال البلاد سامبل اللي ياخدوها. حتى يشوفون نسبة الاكسجين ستوريشن. ومن خلال الانجيوغرافي. طبعا الانجيوغرافي. هو الكارديكافترزيشن. اسجولي. بيرفورمي. الانجيوغرافي شنو معناته. يعني يصير. يعني يتم. يتم. يعني او زرق صبغة. في مناطق معينة. لتلوين الجهاز الوعائي. وطبعا هنا. الانجيكشن كونترستد ايجين. انتو ذا بوزكلار سيستم. يعني تلوين الجهاز الوعائي. ويلاحظون مرورها. بالاوعية الدموية. خلال التصوير. سينو انجيوغرافي. وهذا البروسيجر. هو يعتبر مهم. لان يعطينا. معلومات. فور بروفايتنج. انفورميشن. غارتنج. مواضع الانسداد. والخلال. والفتحات. الغير الطبيعية. الموجودة بالهارت. الأماكن اللي دائما. انه يختاروها. لزرق هذه. الانجيوغرافي. الورتر والكورناري أرتري. والجيترايت. والليف سايد. الورتغرافي. الورتغرافي. خلال الشحة. هيسمون الورتغرافي. اللي هو تصوير الشرايان الأبهر. الورتغرافي. هو نوع من تصوير الشرايين. من تصوير الأبهر الصواري. في تصوير الأبهر الصواري. يتم بواسط. انه. هذه. زرق المادة. الورتغرافي. يتم تصوير الأبهر الصواري. بواسط السرق المادة الصبغية. لتوضيح الورتغرافي. والشرايين المتفرعة. من خلال سلسلة. ربط سيريا. من التصوير الإشعاعي. الرو انتوجينوغرافي. وتستعمل. ان الكاثتر مي بي انتروديوز. انتو دا وورتغرافي. تستعمل الكاثتر المنطقة. اللي هو الترانسليومنى. عبر منطقة القطنية. والشرايان العضدي. البريكر. والفيميرال ارتري. طبعا يتم بالقصرة ايضا. هو تصوير الشرايين الكليلية. كوريناري ارتريوغرافي. بهذه الطريقة. بهذه الطريقة. بهذه الشي يصير. انه الكاثتر انتروديوز انتو دا ليفت. انتو دا رايت. او ليفت بريكل. اپنا ارتريو. اربع ارتريو. انتو دا تصوير بواسط ادخال انبوب القصرة. عن طريق الشريان الابدي. الايمد. او عن طريق فتحه. اللي هو انه ارترومي. او شريان الفخدي. بعدين دين بيس هذا عندنا الكاثتر تم تصعيده إلى السيسينيك أورت هند منبيوليته إلى أن يدخل إلى الكوريناري أرتري اللي هو المطلوب الابروبريت كوريناري أرتري الكوريناري أرتروغرافي تستعمل حتى تستعمل يعني نعرف أنه الدرجة اللي واصل عليها تعصب الشرياني ونعرف أيضا المطلوب الابروبريت يعني يمكن أنه هذا الإجراء طبعا إلى أهمية كبيرة أنه يضطينه حتى نشوف أي عملية أنه صير يحتاجها المريض وكذلك لدراسة التشوهات الولادية في الشرايين الأكليلية الأساسي طبعا 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 يعني يدخل انه نبوب القصرة عما عن طريق الوريد الفخدي او الوريد امام المرفق. اذا وين يصل بما انه ده يدخل عن طريق الوريد فاخر شي حيوصل للريت اتريام وبعدين مباراها يروح يوصل للريت بنتريكم بعدين اكون البولميناري ارتري بعدين مباراها يوصل لبولميناري ارتريوسيز. فخلاله هذه اي احيه ينقاص لفرجار و الاكسجين ستوريشن اخر من هذه المكان يدخل لها انه ينقاص يعني يمن يدخل الريت اتريا يمن ينقاص الضغط والاكسجين يمن يدخل الريت بنتريكار ينقاص الضغط والاكسجين يمن يدخل يدخل للبولميناريا ارتري ينقاس الضغط والاكسجين ويصل الى ابعد نقطة بالبولميناريا ارتري انه ايضا ينقاس الضغط والاكسجين وعلى اساس انه حي مثل ما قلنا انه حي يتأكدون انه اذا كان اكو اي ديفكت بالهارت على اساس هذا التغير بالضغوط بالبولمية والاكسجين طبعا تستوصلنا الى ايضا تستعمل ايضا تقدم الفكتارات تستعمل ايضا تقدم الفكتارات and aortic valve and evaluate potential complications include this arythmia, l-ami, l-preferation of the heart and the great vessels. Left heart catheterization طمعاً إنه صير بواسطة القصطرة الراجعة. ريترو غريت كاثترزيشن أو بليفت بين تركهم. ليش إنه ليش نقلناها الريترو غريت كاثترزيشن؟ لأنه البيزيشن بهذه الحالة إنه حي يدفع الكاثتار عن طريق الارتريت اللي هو أما الريت بريكة أو الفيمرال آرتري وآخر شي هذا بالقصر ما دام ليه ندفع عن طريق الارتري فحيوصل الورتة والليفت من تركه. وحياخدون طمعاً الأكسجين بلات اكسجينيشن ويعتمدون عن البرجر الموجود بتشمبرات مالة الهارت. فعلى أساسه إنه يشوفون إذا كان أكو أي دفكت موجود بالهارت. طبعاً نرسي للسمن سببتي بفور كارديكاتلريزيشن هو نعلم المريض إن ستركه ذا بيشينتو فاست يجولي فور 8-12 أورس بفور بروسيجر. إنه من 8 إلى 12 ساعة قبل البروسيجر لازم يصير فاست. نقل له إن المريض احتمال إنه بثناء القصرة لما إحنا يتم زرق المادة المعتمة فقد يشعر المريض بحاجة إلى إنه إلي السعال يعني يصير عندك كاف أو قد يشعر بحرارة في رأس. لكنها تستمر لفترة قصيرة وبعدين تروح. نقل للمريض عن الفترة اللي يستغرق هذا البروسيجر الإجراء مالة القصرة. وإن طمأن المريض reassures the patient that mild sedative or moderate sedition may be given intravenous. يعني نقول للمريض إنه نطمنه ونقول لها حان يطوك عند مهدئات عن طريق الوريد. يعني نشجع المريض على إنه يعبر عن مشاعر الخوف والقلق حتى نطي التعليمات اللي هي تخفف من هذه المشاعر. أبزار طبعا الناس وصلنا إلى responsibility after cardiac authorization. هو رأسا يعني مرة ما يجي المريض من cardiac authorization فالمفروض إنه نيرس يلاحظ منطقة يلاحظ أي نزف في تحت الجلد أو منطقة المرأس. أبزار طبعا الناس ويقيم عند قياس النظب المحيطي بالأطراف عند ويقيم عند الناس ويقيم عند الناس ويقيم عند الناس. يعني إنه المفروض الممرض يلاحظ اللون وحرارة الطرف المتأثر وكذلك شكوة المريض فيما يخص الألم أو الخدر. يعني إنه المريض اللي هو حتى يشعر بالراحة من الجهة إلى الجهة مع المحافظة على إنه الطرف المتأثر. وللزم يسوي الممرض للمريض monitoring for dysarrhythmia by observe for the cardiac monitoring. الآن طبعا نحن مصنى إلى البيت. يطلع للبيت. فريد نعرف شنية تعليمات اللي تنطي لهذا المريض قبل ما يطلع. بريد نعرف شنية تعليمات اللي تنطي لهذا المريض. أول شيء. لازم الممرض أنه يقعد يمن المريض ويخبره for the next 24 hours to not bend at the waist or to lift anything strain or lift heavy object. يعني أنه يمنع عنه خلال بعد 24 ساعة من عملية القصرة لازم يمنع عنه حمل أي شيء ثقيل. الثاني شيء. أنه يخبره for to both, both shower as design. يعني إذا هو راغب يطب حمام يمكن أن يأخذ الدش. Talk with the physician about when may return to the work. يعني يشجع المريض. لازم الممرض يشجع المريض على أنه يتكلم ويهي الفيزيشن مالته يسئله. يقول له شوقت أنا أرجع للشغل. شوقت أرجع سوق السيارة. شوقت يرجع لممارسة الجنس. فهذه كل هذه الشغلات لازم أنه يستشير بها الطبيب مالته. cold physician if any of the following occur. يعني أنت لازم رأسا تتصل بالطبيب يعلم الممرض المريض ويقول له أنت تتصل بالطبيب إذا ظرت عندك هذه الشغلات. أول شيء إذا صار عندك بيدي. إذا صار عندك سفولنج. إذا صار عندك نوبريزن. إذا صار عندك بيدي. منطقة الغرز منطقة الغرز. إذا صار أكو التمبرتشر صارت طبعا التمبرتشر يعني صارت بهذه المنطقة. منطقة البوغس صارت أعلى من بقية المناطق. وارتفعت الحياة. حرارة عنده. فإنه لازم رأسا يخبر الطبيب مالته. زي. أيضا الممرض المفروض يشجع المريض ويخبره. إذا إنه طلعت نتائج التس مالته. مالك الفحص مالك الكاركتوريزيشن. على إنه عنده كورناري ارتري ديزيز. على إنه يتكلم ويالطبيب مالك. تتكلم ويالطبيب مالك. تتكلم ويالطبيب مالك. شنوى التريتمان اللي حيصير رأينا. ومن ضمنه إنه يتكلم عن. طبعا إنتوا مثل ما تعرفون إنه الفالبات. أكو 2 تايب أوف فالب. بالهارت. أكو السمي اليونر فالب. للصمامات الهلالية. اللي هي المثال عليها. عندنا الورتيك فالب. طبعا الورتيك فالب يصير على جهة الليفت. هو البولميناري فالب اللي هو يصير على جهة الرايت. وأكو الاتريوفنتريكال فالب اللي باعوا هذي شكله اللي على جهة الليفت. اللي هو الميثرال. البايكاسبيد. وعليه الثنائي. آآ وليترايكاسبيد. جهة الرايت. فإذاً أكو 4 هارت فالب. اللي هو عندنا الليفت. بالليفت واللي هو الاورتيك فالب. وبالرايت اللي هو البولميناري فالب. اللي ذول يفصلن. اللي هما السمي اليونر. اللي يفصلن بين الشريعان الرئيسي. وبين البنتريكام. واكو الاتريوفنتريكال فالب اللي يصير بين الاتريوم وبين البنتريكال. بجهة الليفت الميترال. وبجهة الرايت اللي ترايكاسبيد. طبعا احنا قبل ما نبدي بالدزيز مالت الميترال بالب. نحكي لكم بس على الانوتومي مالت الميترال بالب. لانه نحكي لكم انه يتكون. ماذا يتكون. يتكون من هذه الحلقة اللي هو الرنج. تتصل بالرنج وين اكو الحبال الوتدية اللي هي الكورديا تندينيا. هاي الكورديا تندينيا. هاي يتصل بيها شنو ماصلز. اللي هو البابلاري ماصلز. هسه يمن يصير طبعا اوبن. للبايكاسبيد بال. للميترال وعف. يمن يصير اوبن. هاي ش حيصير. حيصير انه ذن الوريقات هتنزل للاسفل. الوريقات اللي هو البايكاسبيد. او يسموها الليفت. طبعا هاي الوريقات تنزل للاسفل. فتترك بوراها فتحة. فاللي حيصير انه هاي يمن يصير البابلاري ماصلز. بحيصير ريلاكسيشن. فهنا هاي حجرها. يمن يصير بحالة تمدد حجر وياها البابلاري ماصلز. تجر وياها الكورديا تندينيا. فتنزل الوريقات الاسفل. فتدرك بوراها فتحة ينزل من عدها الدم. هس في حالة انه يمن يصير الميترباف كلوجر. ايش يصير. صير هنا عندنا كونتركشن. كونتركشن يعني تقلص بالبابلاري ماصلز. فالجر وياها هذني الباب وين جر وياها الكورديا تندينيا. فذن الوريقات بحالة تنسد. حيصير بيها كلوجر. فهاي عندنا اهم شي انه لازم تعرفون انه بالميترباف. شين يتكون? يتكون من الرنج ويتكون من بايكاسبد او الليفليتس. وهاي الليفليتس وين مرتفطة؟ مرتفطة بالكورديا تندينيا ومرتبط الكورديا تندينيا بالبابلاري ماصلز. هاي اهم شي انه لازم تعرفون بالتشريح مالة الميترباف. الميتربافات. طبعا الميترباف الستينوسيز اذا ريد انعرفها نقول هو is an abstraction of blood flowing from the left ethereum to the from the left ethereum to the left ventricle. يعني صير بس انسداد انه مرور الدم قلة مرور الدم من left ethereum to left ventricle. وهذا انه هي حدث من نتيجة وانا ما يحصل فجأة وانما يصير تدريجية. يصير اقوى هيصير عندنا بالميترباف الليفليتس يعني بالوريقات وبعدين بالكورديا تندينيا بعدين هاي الهريقات يصير 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 ليفليتس اوبن فيوز تقدر يعني انه يصير تلتسق مع بعضها. and the mitral valve office فصير نارونج يصير ضيقة يصير البرجرسف ابستركتد اوب ده بلاد فروم ده ليفت اتريام انتو ده ليفت فينتركم فيصير بعدين اه ضيق او قلة ومرور الدم من الليفت اتريام الى ليفت فينتركم. اه طبعا هاله اللي حيصير انه بالميترال الليفت اتريام الى ليفت فينتركم. فنتيجة لهذا الشيح حيصير احنا النتيجة لهذا الشيح حيصير عندنا اني بريز يعني هنا ادي قل مرور الدم من الليفت اتريام الليفت اتريام الى ليفت اتريام. هتجمع هنا بالليفت اتريام. هتجمع كميات من دم الليفت اتريام. يعني يجمع الدم بالليفت اتريام. فحيصير يزداد البرجر بالت. ومرور الزمن هيصير ادنا هايبرتروفي تضخم ويصير بيديلات. بعدين يصير هاذا الليفت اتريام الى ليفت اتريام الى ليفت اتريام. فيصير بيها كونجيشن. يصير بيها اعتقاد. فنتيجة لهذا الشيح يطرح المريض. هيصير عنده شورت نيس اوف بريتنج. هيصير عنده بولميناري قديم. لانه تجمع كميات كبيرة من الدم بالرأة. فيصير انجريز بالبولميناري فاسكلا برجر. يمن يزداد هاذي. اقو عدنا عدنا بالبولميناري ارتري اللي هو يصل بين جهة الرائح وبين الرأة. هاذي اش حيصير? هيمرور الزمن حيرتفع الضغط بالبولميناري ارتري. اذا ارتفع الضغط اش حيصير? هيصير انجريز بورك. او بدا رايت. فهنان جيت الرايت. هيزداد الشغل بيها. حتى تدفع الدم. فبمرور الزمن اش حيصير? هيصير الرايت بنتركل سترين. هيصير مجهد. فيصير عنده بيه رايت بنتركل غار فيلر. هيصير بالاخير. طبعا هس وصلنا الى الكوزيز متلميترال ستينوسيز. الكوزيز متلميترال ستينوسيز قد يكون روماتيك فيفر قد يكون كون جنتال ليجين او قد يكون عندنا فاكشنال يعني الميترال بالبالب النولاير يعني الرنج مالت هذا قد يصير بيه كلاسفيكيشن يعني قد يصير بيه تكلس بالرنج يعني بالحلقة مالت الصمام. قد يكون سبب مالت ايضا السيستيماتيك ديس اوردار السيستيماتيك لوبز اريثروميتوسيز اللي هو ذئب الاحمراري. طبعا وصلنا الى الكوزيز متلميترال ستينوسيز. طبعا هذا المريض مالتنا ابو الميترال ستينوسيز هو يعاني من الفتيك والويكنيس نتيجة سبب مالته انه لو كاردك اوتبوت. يصير عيدا هيوموبزيز يعني يصير السيبيوتم مالتي يصير بيه ابلاد. فالسبب مالتي لانه عند احنا كنك قلنا اه هنا عنا يمن صار عدنا استينوسيز فهتبقى انه هيصير عدنا من التجمع كميات كبيرة من الدم بالليفت اتريم والليفت اتريم من تجمع هيصير بهايبر تروفي هيصير هيبار تينشن هيأثر على البولميناري فهنا بعدين بالاخير شي صير يصير كونجيشن بالبولميناري سيركيليشن فيصير عندنا انجريز بالبولميناري فينا سايبار تينشن من نتيجة انه لزيادته فيظهر المريض عنده هيموابتازد يظهر عنده كاف هذه انه من نتيجة انه صير الانيلارجمنت اليسار بالليفت اتريم اش هيصير؟ هيصير عندنا بالليفت من برونكاي اس اس لفتد يعني ها ترفع فنتيجة لهذا هيصير اكو برونكاي اريتيشن يصير تهيج بالبرونكاي فنتيجة لهذا يصير عنده الكاف لان احنا مثل ما نعرف الكاف هو يصير تعريفه ويصير اريتيشن بأني اريا ويصير اريتيشن بأني اريتيشن بأني اريتيشن بأني اريتيشن فنتيجة لهذا يصير عنده كاف المريض عندنا مالتنا التي تعجب ها قمت ها تت chin قمت بتحضير بالمريض whats these types of polymath tube ويصير من النتيجة الهي gives a slight release فيظهر عندها هذه الحالة. يظهر عندها الأنواع من الأتريال الأريثمية، أتريال ديس أريثمية، الطرابات بالنظم الأدينية، ليش تظهر؟ تظهر من نتيجة أنه زيادة تظهر بالنظم الأول ويزداد البرجر بالليفت أتريام فيصير هايبرتروفي، يمن يصير هايبرتروفي، نحن قلنا الكهربائية تنبع من الاس اي نود والاوروت تروح إلى الليفت أتريام، فإذا صار هنا لا أكو أنا لا رجمان، فحيصير الطراب مرور الكهربائية، الصير الكهربائية ويصير الطرابات بالليفت أتريام، فالنتيجة لهذا هيظهر عند المريض عندنا الأتريال ديس أريثمية، الطرابات النظم الأدينية طبعا هس وصلنا إلى التريتمنت، اللي هو عندنا باين ميديكيشن، ميديكال تريتمنت، وأكو السيرجيكال تريتمنت، هسا عندنا بالميديكيشن أول شيء يطول هذا المريض أنتيبياتيك بروفيلاكسي، حتى يمنعون لإنفكار الانفكشن، يطول هذا المريض أنتيكوغلينت، حتى يقللون الرزق من الأتريال فرمبوسيز، لأنه دم يجمع بأي جمبر من الجمبرات، سيصير بفرمبوسيز، فليهذا السبب يطول أنتيكوغلينت، الأنتيكوغلينت مثل ما تعرفون هو شنوه، أما الهيبارين أو الوارفارين، وأكل أنتيبياتيليت، اللي هو شنوه، الأسبارين، بس هما يطول أنتيكوغلينت، الهيبارين أو الوارفارين، حتى يمنعون الرزق من التفلوب من الأتريال ثرمبوسيز، يطول طبعا هذا المريض صار عد احتباس بالسوائل، يطول دايرتك، حتى شنو يقللون من من تجمع السوائل، يطول أنه ديجيتال، لأن هذا المريض طور عندنا، صار عنده هارد فيلر، فيطول ديجيتال حتى يعالج الأتريفبريليشن، لأنه هو أنت أريثميك، حتى يقلل بالأنت أريثمية، لأنه أنت أريثميك، فيقلل الأتريفبريليشن، يقللها يسوي السلوينغ، أو فيه هارد ريت، وبنرسل الوقت أنه يسوي مفعولة إلى سترنجنث بالهارد كونستركشن، يعني يقوي التقلصات مع تعضلة القلب. طبعاً من العلاجات مثل الميديكال، اللي هو البالون بالفولابلاستي، هذا يسوي بالقصرة، هذا شنو؟ إنه طبعاً يدخلون إذا كنت تقصر القفزير، بمسرنف بالبالون، بمسرنف في القصطار، وين منعها امام البريك الارتري او الفيمرال ارتري. وبتحت اشعة تحت شنو بالكاثتر يعني في جو انه موجود بها الاكس راي. حتى شنو حتى صير الساعدة صير قايد للدكتور. الساعدة انه هالكاثتر يعني الساعدة انه توصل حتى يوصل الدكتور الكاثتر. بعدين بعد ما وصل هسا هذي الكاثتر شان توصلت للناروينج اوف دا فالدكتور بعدين يقوم شي سوي سوي انفليتين. المرة على الفكار الكاثتر يعني تم يفتح البالون. في من يفتح البالون حتى توسع هذي الفتعة مالة الكاثتر. فالبريقات اللي كانت ملتعمة في مالة الفالف تبدأ السبريتن يعني تنفصل عن بعضها وتنفتح مالة الصمام. بعدين بعد ما انفتحت اشي سوي حيسوي عندنا الدكتور ماله اخرى يسوي ديفليتن يعني يتم تفريغ البالون وكاثتر والبالون يرفع الكاثتر ويرفع البالون. هذه هي البالون والبالون اللي يصير باثناء القصة حتى يفتح يتم فتح بها الميترال والوالف استينوسيز. بالسردical intervention اكو الكوميشروتومي والكوميشروتومي اكو كلوز كوميشروتومي و اكو أبن كوميشروتومي. بالكلوز كوميشروتومي اه اس the performing without direct visualization of the mitra vav. البروزيجر يستطيع عمله عبر الريت نترالتراتيروتومي يعني هنا بهاي العملية انه مي الجرح ميشوف الميتراباض وانما شي يصير انه يفتح التامور سيعمل عدنا فتحة صغيرة بالليفت اتريوم ويتم ادخال الاصبع مات السبابة حتى يستكشف عدنا الصمام المتضيق وبعدين براها يدخل الالة اللي يتوسع فيتوسع الصمام هذه اذا صار بها في العملية اذا فشلت فيصير رأسا براها يسوون او اذا صارت عند المريض مضاعفات يمكن انه رأسا يسوي الطبيب براها طبعا وصلنا الى الابن متر كومي شروتومي طبعا هاية تسوي انه اسبر فورميد ثرور لارج انسجن ان ده ليفت اتريوم في حين الكلوس جي قلنة قلني سمول انسجن ان ده ليفت اتريوم في حين الابن لا صير لارج انسجن ان ده اتريوم الامكوميشروتومي انه تحتاج الى كارديو بولميناري بايباس في حين هنا الكلوث كوميشروتومي ما تحتاج وانما هي بس كانت فتحة صغيرة ويدخل هذا الجراح لدينا الاصبع مالتي يستكشف بالصمام بعدين يخلج الدخل لهذه الالهنان لا هنا تحتاج الى انه ركوير فورد كارديو بولميناري بايباس وبهذه هنانه الجراح حيشوف وبزرف اني الترمبوسيز ان ذا اتريوم اذا كانت اكو اي خطرة او اي كاليسيوم بلكو ان ذا فالف ليفليتس اذا كنت اكتك الليسات على الوريقات مالتي الصمام في زيلة لكن هذه العملية اذا صارت في فصير نساسري فورد فالف ليفليتس الوريقات مالتي الصمام مالتي متكلسة كليسفين مالتي او اي من المالي يعني متى تتحرك فيسوله بهاي الحالة الولفر بليسمانت والولفر بليسمانت هو اكو نوعين اكو البروستايتك اللي هو الصناعي هذا يحتاج ان المريض اذا ازر عياله انه يكون على انتي كلينت لفترة اه طول حياته لانه حتى تمنع الخطرق اللي تو افريفنشن او 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 المريض kills anticoaglian therapy with children, young adult female, geriatric patient or patient with baby tick ulcer يبدلون الصمام بصماعات biologic valve طبعا هسه احنا وصلنا الى الميترال ريجاجراتيشن يعني معناتها عدم كفائق الصمام الاكليلي او هو ريجاجراتيشن دوراتي هيشكشي كتبوا بالطابلة تشوفوه ام ار او دورات شوفوه ام اي يعني مترال انسيفيشنسي او انكمبتنسي يعني هو بالعربي معناته عدم كفائق الصمام الاكليلي هاش يصير يصير انه هنا عندنا البلاد يصير فلون باق او دوراتيشنسي او دوراتيشنسي او دوراتيشنسي او دوراتيشنسي يعني احنا عدنا الطبيعي مثل ما قلنا انه دم يجي ان الريئة هنانا عن طريق المورمولاري بازلز يدخل الى بعدين يصير مرحة الكونترالكشن بعدين عبر الصمام الميتراليشنسي الى الفت فنترقل بعدين يصير مرحة السستول في يدفع عبر الورتي الى كل انحاء الدسم لكن اهنان اللي يصير عندنا اهنان المفروض مرحة السستول بقلوبكم بالهارت مالتكم شنش يصير مرحة السستول انه هن الوريقات تنطبق لكن اهنان اللي عندنا مالت المريض مالتنا قبل ما يصير مفتوحة في مرحلة السستول فالنتيجة لهذا شنو حيصير البلاد يصير مفتوحة فنتيجة لهذا حيرجع الدم بالاتجاه المعاكس من اللي في انترقل الى اللي في اثاريوم طبعا اللي انه شنو الاسباب مالته الكوزز اه قد يكون طبعا الكوزز قد يكون اما الواضح صير برو لابسد يعني يصير تدلي بالصمام قد يكون السببات او قد يكون روماتيك هارت ديزيز او قد يكون صير رابتشار او ديسفاكشن بالكورديات الدنيا او بالبابلاري مصصص او قد يكون بهذا عندنا رنج صير بيه كلاسفكيشن صير بيه تكلوس فهاي الاسباب اللي تجعل هالي الوريقات تبقى مفتوحة دوريقات 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 تبقى مفتوحة تبقى مفتوحة دوريقات 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 د حيصير من ازداد كمية الدم بالشمبر حيصير عندنا انجريز برجر عند المرور الزمن حيصير بهايبرتروفي تضخم حيصير بهايليشن حيصير انجريز بالبلاد فوليوم عند برجر حيصير ضغط على البولميناري فين فنتيجة لي هادش حيصير بالبولميناري سيركليشن حيصير بهايكونجشن حيصير عدي المريض شورتنيس اوف بريثينج بولميناري قديم انجريز بالبولميناري برجر حيصير برجر حيصير ازداد ايضا الضغط بالبولميناري ارتري اللي هو يوصل بين الرئة طبعا هس احنا وصلنا للكلينكال منفستيشن اوف ميترا ريجايق ريتيشن احنا مثل ما نعرف بالميترا ريجايق ريتيشن انه الدم يصير ببلاد فلو فروم ده ليفت بنتركل ده ليفت اتريم فنتيجة لي هادش حيصير حيصير حيجمع كميات كبيرة من الدم بالليفت اتريم لانه ليفت اتريم حيستقبل الدم اللي يجي من الليفت بنتركل ديورنك ده السيستول بالاضافة للدم اللي يجي بصورة طبيعية من البولميناري والبولميناري بازلز الى الليفت اتريم فنتيجة لي هادش احنا هذا المريض يصير عنده يظهر عنده لساعدة لغارت فيلر تظهر عنده دسنية يظهر عنده النتيجة تقلل كارديكا او تبوت يظهر عند الكاف من نتيجة يصير انه يليفت بالبرونكاي مالة الليفت سايد في يظهر عنده الكاف ونتيجة انه يصير انه يصير كونجيشن بالبولميناري سيركليشن حيززاد الضغط بالبولميناري ارتري فهنان حتى تأثر جيتا رايت فيصير برايت هارت فيلر ويظهر عنده المر مرة هذا المريض مالتنا طبعا الميديكال مياجمنت هو لكون هذا المريض صار عنده هارت فيلر فيتعالج كعلاج مالت هارت فيلر يعني ينطي ديجوكسين حتى يقوي وينطي عنده الدياريتك وينطي عنده الانتيكوغلينت ينخاف عني اللي يصير عنده خثرة فهي الشغلات اللي تنطي الى المريض مالتنا طبعا العلاج الجراحي سيرجيكال انتربيشن حيساوون عندنا الولبولبلاستي اللي هو سيرجيكال ريبر stay and make it more of the heart valve يعني يعاجون اللي حاولين يعاجون انه البولفا ااا واذا يعني يعاجون الخلل الموجود بالبولس وبالبولس واذا كان بالرينج او بالليفليتز بوريقات مالتك واذا اخفق هذا العلاج فانه هيسوون العملية الكبرى اللي هي تبديل الصمام الأكليلي. طبعا بالبريق اوبرايشن نيرسنج منيجمنت انه يطلب من الممرض انه يقعد يوم من المريض ويسوي له الانتكوغلين تتوقف من خمسة الى سبعة. لانه اذا ضل يستمر احتمال يصير عد المريض احتمال يصير عده هيموريج بثناء العملية. فبعدين ينصح انه لازم انه يتوقف عن التدخين وانه لازم المرض يقعد يوم المريض يعرفه بالعملية يعرفه يعني شرحه عن العملية يشرحه عن الاي سيو عن ريكافري فيس يخبره بالمدة مكوثة بالمستشفى اش وكت يرجع الى طبعا الاستيب الاخر اللي هو المفروض انه الممرض يسوي بعض قبل العملية هو الاسسمنت الاسسمنت انه يجولي بيقان يعني قبل ايام من العملية فيسوي المفروض انه يتأكد انه المريض يسوي ايضا من الشغلات الاخرى اللي تسوي قبل العملية هي السيكولوجيكال سبورت فالنارس المفروض انه يساعد المريض بريبير موشنال با يوزين كوميونيكيشن ان تيشينك تو اندوس المودريت ليبل اوف انزايت حتى يقلل من هذا القلق طبعا المريض قبل العملية قد يعاني من القلق القلق من الخوف الفير اوف انوان يعني انه يصير عنده خوف من شي ما يعرفه شي خوف من الالم قد يصير بعض العملية خوف من ان يتغير شكله خوف من الموت فالمفروض ان الممرض يبعد يما وانه يتكلم با يوزين كوميونيكيشن حتى نجوز هذا المودريت ليبل اوف فالنزايته حتى يقلل من الخوف والقلق اللي عنده المريض طبعا من الشغلات اللي يتسوي ايضا قبل العملية انه الفيزيكال بريبريشن يعني يبدي يحضر المريض كحالة فيزيكال شنوه انه يسوي لعدنا شوار ويطيه عندنا موديكيتد فور سليب نايت بفور سيرجري يطيه مهدئات قبل من العملية طبعا هسي احنا حنحتي على نيرسنج منجمينت فور بيشن نيرسنج دايقينوسيز بيشن بروبليم ونشوف الاناية التمرضية اللي يتقدم الاناية او نتيجة انه صعير بالانترنيم بيماري ارتري دي سكشن صعير السلاخ بالارتري الابطي فالعناية التمرضية شنوه انه يجي المفروض الممرض يسوي يجي المفروض انه ايضا الممرض يقرف يميز يجير اللي سيرججي المفروض الانجينال يجري معبه انه يجري معبها يجري معبه انه كليزي شف في حين ابو الانجينال لا يمتد الالم يصير بامتداد الالم لامالت مالة يعني الابو الانجينال بين يعني الفترة مالته قد يصير من خمسة إلى خمسة عشر دقيقة في حين ابو السيرجيكال بينه وطول الوقت يصير 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 على مكان العملية اذا اخذ تخطيط للممرض يعني اخذ تخطيط للمريض فابو الانجينال بين يصير تغيير بالتخطيط مالته يعني في في نفس الوقت اللي يصير عدة جسمين في حين ابو السيرجيكال بين هو يصير التخطيط نفس التخطيط اللي هو قبل الاقلم يعني ماكو تشينج بالإي سي جي مالته فأيضا من الشغلات اللي يسويها الممرضة انه انكرج روتين بين يطي بين ميديكيشن يطي سيداتيف دوسينك فور ديفيرس 24-72 ووفزارف فور سايد افكت مالته هذا البيان ميديكيشن قد يصير عدة تعب ارهاق قد يصير هايبوتينشن قد يصير تيكيكاردية قد يصير سبايريتاري فيلاحظ هذه ويسجل العلامات للطبيب طبعا النيرسينج دايجونوسيز المشكلة الاخرى اللي احتمال يشوفها الممرض وهي المريض قبل او بنهار السيرجيري هو يصير عداء افكتف ريناف تشيو بريفيوجين ريليتد تو ديكريز كاردك او تبوت وفي الهدف مالة العناية يصير بالي انه منتنينز اوف ادكوات ريناف بريفيوجين النيرسينج منيجمنت هو انه اول شي حيسوي اساس لريناف اكشن يعني المفروض انه هيسوي مجر انه للاوتبوت انه افري هاف اور تو فور اور يعني اربع ساعات الاولى انه سوي تشيك للاوتبوت كل نص ساعة بعدين براها من الثماني الاطمع الساعة لحد ما يخرج يطلع من المستشفى ويقيس ايضا يوريس بسفك جرايفتي ويسوي مونيتارينج للاب ريزولت ها للمريض وبعدين يبدي يحضر انه للمريض الناس ani's Soh prepare to administrative rapid ربيemit ااكتنز � crowded يعني هور neutrophic drugs دوامين و بنضجد ها craziest here according to Second order وبريبير the patient for discussing موفروض يحضر انه الجهاز مالت canalises or continuous renal replacement therapy اذا احتاج if indicated طبعا النيرسينج دايغنوسيز أو البيشن بروبليم الثالثة اللي حتمال يشوف الممرض بالإي سيو بالإنتنسف كير يونيت هيشوف انه المريض قد يصير عدة انفكتف ثرومو ريجوليشن ريليتتو انفكشن طبعا الهدف من النيرسينج منيجمت حيضل بباله انه يحافظ على الحرارة مالة المريض فش حيسوي؟ حيسوي المفروض انه اسيس للتمبرتشار كل مرة يوز اسبتك تكنيك يعني من انه وين تشينجد ريسينج وين سكشن بالإندوثريكال تيوب من التين كلوز سيستم فور أول إنترا فينس Trins and Arterial Lines for the Ininduling Urinary Catheter يعني كل هذه الشغلات المفروض يستعمل بها السبتيك تكنيك and observe for the symptoms of post bricardium syndrome fever, fatigue, bricardial refusion, bricardial fraction rub, arthralgia يعني يلاحظ إذا صار عنده أي علامة من هذه العلامات ويسجلها للطبيب قد ينطي للمريض أدوية الالتهابات أيضا من الممرض الممرض قد يشوف عند المريض أنه ويشوف عند الممرض بالممرض فيظل بالممرض أنه شون يحافظ شون يخلي المريض فالمفروض أنه يعلّم المريض ويجب ان يتعلمه على حياتي قوي يتعلمه على العملية قوي يتعلمه على شفاء جميعها علمية عملية بطبيقات مجموعة ويجب أن يتعلمه على حياتي اتقال البيضية ويجب ان يتعلمه على حياتي يطيق على شكل كتاب يطيق على شكل كتاب ومن ضمنه يدخل ايضا يعلم العائلة ايضا شنون يعتنون بالمريض مالتهم ويبدي انه يدز الى البرامج التأهيل بعد ما يطلع من المستشفى طبعا صلنا الى الكونجينتل هارد ديزيز واول ما نحتي انه الكوزيز مات الكونجينتل هارد ديزيز هو انه لكن هناك ريسك فكتور فور كونجينتل هارد ديزيز اللي هي انه اذا كانت البرقنسي تاخذ لدراكس اللي هو الثيلو دومايت اللي يستعمل لعلاج للسكين والكانسر فهذا يمكن شافوا بالدراسات يمكن ان قد يؤدي الى الكونجينتل هارد ديزيز الانتي سيجر اللي هو مات الادوية مات الصرع يمكن ان تؤدي الى الكونجينتل هارد ديزيز ايضا اللي اذا كانت البرقنسي تنصى بالحسبة الالمانية وشافوا ايضا منه بالرسك من الرسك فاكتور انه لدرينكينج فور الكحول او السموكينج يعني لما البرقنس اذا كانت تشرب الكحول او درينكينج فور الكحول او السموكينج قد يكون الطفل الي تولده يمكن انه قد يكون جينتل هارد ديزيز الدايبيتك شافوا انه ايضا انه لمرأة الدايبيتك يمكن انه قد تولد اولاد اطفال هو نكون جينتل هارد ديزيز الهردي يمكن قد تكون فينيليا يعني اكو بس عالي جوز الاب والام والابن العام كل يتم عندهم امراض يعني في ميليا الدام السيندرام الطفل المنغولي هذا ايضا يمكن قد يكون قد يكون عنده كونجينتال هارد ديزيز طبعا العلماء قسموا الكلاسفيكيشن كونجينتال هارد ديزيز اكوردين كو بولميناري بلاد فلو يعني خلوا تحت عنوان الانجريز بالبولميناري بلاد فلو فمن الامراض دي خلوها تحت عنوان الانجريز بالبولميناري بلاد فلو الامراض دي خلوها تحت عنوان الانجريز بالبولميناري بلاد فلو خلوها تحت خلوها البولمينار سينوسيز تيترالوجي اوفالود لترانكس ارتريوسيز لترانسبوزيشن او دي غريت ار ارتريز طبعا اللي احنا اللي احنا ناخد مثال عليهم احنا ناخد مثال انه بالنقريز بالبولمينار بلادي فلو حانش رحلكم على اتريال سبت الديفكت واللي بنتركه سبت الديفكت وبالدقريز بالبولمينار بلادي فلو نشرح لكم عن الترالوجي اوفالود طبعا وصلنا الاتريال سبت الديفكت الفتحة بين الاوذينين الفتحة بين الاوذينين اذا نريد انعرفها هو اكسيجينيت البلاد از شانت افروم 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 افرام افرام الفتحة بين الاوذينين الاتريسيبتل ديفكت. اقو عندنا الكوريناري ساينس. اه سبتل ديفكت اللي هي صير نسبتها واحد بالمية. اه الاتريسيبتل ديفكت يعني واحد بالمية من نسبتها. اه ساينس بينوسيز ديفكت صير عشرة بالمية. اوف اي اس دي. والاوستن سيكندم صير سبعين بالمية. اوف اي اس دي. والاوستن برايمن ديفكت صير عشرين بالمية اوف اي اس دي. طبعا هسه هنحتيين بينكم واحدة واحدة وين ما نقعها. الاوستن سيكندم وين تقع. هذي تقع الاكر ان دي سنتر اوف دي سبتم بتوين دي رايت اون ليفت. يعني هاي يصير بالسنتر. بالسنتر اوف دي سبتم بتوين دي رايت اون ليفت. وصير زين. الاوستن بريميوم. الصير ان دي لاوار بورشن. اوف دي اتريال سبتم. هاذي عندنا السبتم هيصير باللاوار بورشن. يعني بجزء سفلي من الاتريال سبتم. الساينز فينو سيز. هاذي تقع بالاوار بورشن. اوف دي اتريال سبتم. هاي بالاوار بورشن. اوف دي اتريال سبتم. البيت هو فيزيولوجي. طبعا اللي هيصير. انه. احنا قلنا الاس دي هو او окسجين街 tootho trêsde thro des shunt. جهة اليفت اهل تركيز سالستكلم هذا ما سيظهر انه هنا هنا جهة اليفت الاكسجين والبرجأر اعلى من جهة الرايت هنا اكو فاتحة وشانت سيصير انه سينقل الدم من جهة اليفت الى جهة الرايت هنا الطفل مالتنا هو باقي نو ساينوسيز لانه ينقل الدم من الجهة الي ضغط من جهة الاكسجينيتين الى الجهة الي اقل اكسجينيتين بعدين هنا نشكو اكو هناك ترايكاسفد حي باصر مرحلة الكونتراكشن هناك حيصير شنو ينقل الدم باسنج اه تو ذا اه رايت فنتريكال بعدين هناك هذا عندنا البولميناري فينقل الدم عبر الى رعم طبعا هنا هش حيصير انه النتيجة انه الدم هنا الدم بعده وده يجي عن طريق الانفيرا فينكيفا والسوبرا فينكيفا للرايت اتريام وهنادي يستقبل كمية كاف كمية من الدم اللي ده يجي من اللفت اتريام فحيصير اجهاد على جهة الرايت اتزاد كمية الدم يعني قريز فور بولميناري بلاد فلو اللي يزداد الدم اللي يروح للبولميناري بلاد فلو هاي بمرور زم هاش يصير حيصير بها هايبرتنشن البولميناري ارتري هاي بمرور زم هايبرتنشن يرتفع الضغط بي هنا نجيه الرايت في انتركل حيصير اتزاد عدنا هايبرتروفي حيضخم فيما يضخم الريت في انتركل هايبرتروفي ايش هياثر على الريت اتاريوم فايضا هيزداد الضغط بالريت اتاريوم فيما يزداد الضغط هنا اذا صار الضغط اعلي او مقارب للليفت اتاريوم فحيصير بالعكس الشانت حيصير من جهة الريت الى جهة الريت اذا صارت الشانت من جهة الريت الى جهة الريت او مريض يظهر الساينوسيز ليش؟ لانه هينقل الدم الكمية قليلة الاكسجين بدي اكسجين اتدب لات تو ذا لفت فيما ينقل جهة اللفت الدم طبعا تعرفون انه هينقل من اللفت اتاريوم للليفت بنتركل وهنان الاورتاح ينقل كل انحاء الدسم دم بدي اكسجين اتدب كمية قليلة من الاكسجين فنتيجة لهذا حيظهر الساينوسيز المريض عدنا طبعا هس احنا وصلنا للكلينكال مانفستيشن او اس دي ان موجيرتي ريمين اسميبتوماتيك يعني اكثر المرضى هما يصيرون اسميبتوماتيك ما تظهر عدهم العرب اللي يسمع ايضا عدهم السيستوليك مارمار ايضا عدهم السيستوليك مارمار ايضا عدهم السيستوليك مارمار ايضا عدهم تضخم اللي يصير عدهم المريض يصير عدهم الفتيك يعني المريض يصير عدنا فتيك يمكن انه المرضى يصير عدهم يصير عدهم تأخر بالنبو قد يصير عندهم بعض الأطفال. طبعاً أيضاً يصير عندهم سينوسيس بالأخير تأخر بالنبو قد يظهر عنده سينوسيس المريض كارديوميقالي يصير عنده اعتلال بعض الأطفال قلب قد يظهر عنده البول مناري بسكار تأخر بالنبو قد يظهر عنده البول مناري في نتيجة لهذا بالنبو قد يرتفع الضغط بالبول مناري تأخر بالنبو قد يرتفع الضغط على نفسها ثم يصير أبرلو دقيق الكارديكاترزيزيشن تتبين يمن يصير عندهم عشانت من جية الجية جية جيكة بكمية من الأكسجين. في تزياد نسبة الأكسجين عن معدل الطبيعي بالقصرة يبين زيادة نسبة الاكسجين باللم. طبعا العلاج كميديكال لهذا المريض انه يطيد ديجوكسين. بعدين اذا كانت يمكن انه يعاجو كميديكال بالقصرة. يمكن انه قد يسدوها في هذه الشبكة. العلاج السيرجيكال تريتمنت هو يصير سويتشة بباتش هول كلوز. البوتش شباب هاي يصير رقعة. رقعة يجبوها هاي الصناعية من الخارج تجينا. ويخيطوها على الفتحة مثل هاد الخياب. فيخيطوها هاي الفتحة بين الاولينين. وهنا عندنا جابوا هاي البوتش. طبعا هسه الان سوصلنا الى البنتركة السبتل ديفكت. البنتركة السبتل ديفكت. اذا نريد انعرفه هو اوكسيجيينية البلاد. دم يمر من جهة الضغط العالي إلى جهة الأقل ضغط عبر هذه الشانت فنسميها فتحة بين البطينين بيثوفيزيولوجيا فتحة بين البطينين من المنطقة الضغط العالي من الرفت منتركل للرعات فينتركل وايضا هناه everywhere البرماني ارتري تقوم بالفتحة تقوم بالدم بالمجر الطبيعي يجي الدم عن طريقى الانفيرة بين كيفا والسوبر بين كيفا والرعات اتريوم العبر الدم عبر الترايكا فيوصل يجب ان يقوم ببعض الدم و بعدها يقوم ببعض الدم إلى البول مينار الارتر فالبول مينار ارتر يسق بالثنين الدم الذي يأتي من البول مينار الارتر من المجرى الطريعي مرور الزمن يزداد المقاومة يزداد الضغط بالنقريز بالبول مينار الارتر يضغط على الدم عبر البول مينار الارتر فا ان تكون من الموجه يوضيع عجم الحامسية التندقى علىkat peng stehen المدار الارتر خريف الارتر ثانو ظبع الارتر الارتر ثانو دم توانع المقاومة هنا يمنى يزاد حجمها ستظهر عندنا الشنوى عندنا الايسن منجرس السيندرام اذا صار الضغط مقارب لليفت فينترقال او شوية اعلى من عنده فحيصير الدم يمر بالاتجاه المعاكس عن من جهة الريت الى جهة الليفت فجهة الليفت منه اكو اكو لأورته فحيينقل الكل انها جسم الدم بيدي اوكسيجينيت بلاد فيضار الطفل ساينوسيز يعني بالبداية كان ايه ساينوتك يمن الدم كان ينقل من جهة الليفت الى جهة الريت يمن وصل بالنهاية الى مرحلة صار باني لا رجمينت بل رايت بنترقال وصار الضغط عالي فش حيصير حيصير انه الدم حيمر يصير يمر بالاتجاه المعاكس عن من جهة الريت الى جهة الليفت وهنا حيظهر الطفل عندنا ساينوسيز طبعا التايف او في از دي اكو ميممبرنز واكو المسكلار والميممبرنز بنفس الوقت انه نقول عليها بريميممبرنز اذا كانت هذه بلوذو وورتيك فالف ونقول عليها ان فان ديب يولار اذا كانت هاي الفتحة اصير عدنا اه اذا كانت خلف عدنا البولميناري فالف طبعا هس احنا وصلنا للتلنيكال فيتشار اوف اا في از دي هذا المريض يصير عند يعني اذا نسمع عند سيستوليك مارمار يصير عند دسنية يصير عند تكيابنية يصير عند فيدنك ديفيكلت يصير عند بورب غراوف يصير عند برفيوز بيرس سبايريشن يصير عند ريكارينت بولميناري انفكشن لانه هذا المريض يصير عنده بالبولميناري ارتري يصير عنده كارتك فيلر لان صار عنده ان الارجمنت برايت بنتركض يصير عنده ساينوسيز لانه بالاخير شوف تقدم شو بده يعبر من جهة الرايت يصير عنده ديجيتال كلوبينج بنتيجة عنده ساينوسيز يصير عنده بوري اكساساس تالورينز هاي نتيجة عرب كلها مات الهارد فيلر طبعا الميديكال العلاج مالته انه كميديكال انه يطوع وايضا ديجوكسين تو امبرو الكارتك اوت بوتيت وبروفيلايتك انتيبيوتك حتى يمنعون اندو كارداتيز بكتريال اندو كارداتيز طبعا في حالة الارج اه ديفكتو فيحتاج انه اوبن هار سيرجري يحتاج كاردو بولمناري بايباس بغاية الحالة انه يجبون اه باتش اللي هي شنوه اه رقعة ويخيطوها على الفتحة اه والسويتشار اه باتش او هول كلوز باعشون هاي الرقعة ومخيطيها هاي الفتحة وهنا هاي الرقعة مخيطيها على الفتحة هاي السيرجيكال النيرسينج منيجمت طبعا انه لازم النارس الممرض يعروف في السن سبتم مالتل بي اس دي الكري أوت انفستيغوشن يسمو له الانفستييغوشن مونتر فور بوتاسيوم ليبل لينه دي صار عدي اهم من الخارف pedals احتجما�quentو اصبح رديا احتباس بالسوائل احتباس بال초ق kat breaths System of the lifetime of medical support او بروفايت ريس يعني ما يلازم ما يتعب المريض انه لازم يرتاع حتى يقلل من كمية الاكسجين اللي يحتاجه نساوله سايكولوجيكا سابورت ونمنع من عنده بريفنشن اوف انفكشن لانه شفته دائما يصير من نتيجة انه هذا اللي تيصير بالبول ميناري فيكون متعرض الى انه دائما يصير بشيس انفكشن فحنا لازم انه نمنع